أطلق منتدى مصر للإعلام فعاليات نسخته الثانية على مدار يومين في القاهرة تحت عنوان عالم بلا إعلام ويشارك في المنتدى أكثر من ألفي صحفي وإعلامي ودارس من مصر ومختلف أنحاء العالم وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين تحت عنوان عالم بلا إعلام انطلقت النسخة الثانية لمنتدى مصر للإعلام بمشاركة أكثر من ألفي صحفي وإعلامي ودارس من مصر ومختلف أنحاء العالم ونظم المنتدى جلسته الافتتاحية بعنوان تحت القصف الإعلام وسؤال المهنية تحدث فيها نخبة من أبرز القيادات والخبراء الإعلامية النسخة مهمة جدا لأن فيه إعلاميين من مختلف دول العالم والحقيقة الندوة كانت بتناقش فكرة الحياد الإعلامي والموضوعية والمهنية أنا عايز أقول أن هذه القضية ما فيهاش حياة نحن منحازون من الألف إلى الياء للشعب الفلسطيني لأن تضحيات الشعب الفلسطيني النساء والأطفال والظروف المأسوية اللي بيعيش فيها الشعب الفلسطيني ما فيهاش حياة موضوع التنمية أو تطوير العمل الإعلامي أو ضمان استدامته هو أعتقد أنه جزء من اهتمامات هذا المنتدى لكن الموضوع الآخر هو موضوع سعادة الثقة بمعنى أن بعض وسائل الإعلام أو معظم وسائل الإعلام للأسف الشديد فقدت الثقة نتيجة لتخطيات ظهرت منحازة وغير موضوعية للحرب في غزة وقبلها الحرب بين روسيا وأوكرانيا النسخة الثانية تناقش من خلال نحو 84 فعالية التحديات التي تواجه العمل الصحفي وأحدث التقنيات المستخدمة في غرف الأخبار عبر مجموعة من الجلسات والنقاشات المعمقة التي تشتبك معدة قضايا مهمة بالإضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل التقنية تستهدف صقل مهارات الصحفيين وإمدادهم بأحدث المعارف المهنية أنا بشوف الإعلام المصري سواء المصري أو الإعلام العربي الحوار كان ثاري جداً جلسة رائعة أكثر من رائعة فيها تنوع كبير جداً للأراء للأفكار فرصة مفيدة جداً جداً للشباب والجيل الصاعد أنه يرى وجهات النظر المختلفة ويرى خبرات لجيل من مسؤولين عن وسائل الإعلام سواء عربية أو إقليمية أعطوا الإعلام العربي حقه دعمه ساعده خليه يثبت وجوده أنه أهم من الإعلام الغربي ونحن أهم من الإعلام الغربي إذا أعطي لنا الثقة الشعبية في هذا الموضوع وساعتها ببطل الإعلام الغربي يكون هو المرجع الأول والأخير لنقل الأحداث والحقائق كما تنقل منتدى مصر للإعلام يهدف إلى خلق نقطة التقاء سنوية بين الإعلام المصري والعربي ونظرائهما من مختلف أنحاء العالم كما يسعى لدعم المعارف المتطورة في مجال الإعلام وسياساته وبناء القدرات والكوادر المؤهلة وتطوير بيئة العمل الإعلامي في مصر والمنطقة أحمد الحسيني التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر